موسيقى زمان سنة تلاتة وتلاتين كان عندي الامتياز ان اتكلم على فطار فطار كبير اوي لناس محترفين في عالم العقارات على ما افتكر كان اسمها مؤسسة اراضي المدينة وطلبوا مننا اقول كلمات قليلة وقودهم في الصلاة زمان في الايام الحلوة ما كانش ناس كتير عارفين انا مين وقفت وقلت انا اسمي مايكل يوسف وانا بشتغل عند اكبر مالك عقارات للتنمية في العالم كله وانا احيانا بكلمه علشان يديكوا او او على اقل ناس منكو يعني جزء من الشغل على اقل الناس اللي انا اعرفهم وساعتها كانوا بيسألوا نفسهم يطلع مين الجدع دا وبعدين بدأت اصلي الغالبية العظمة فهمت الفكرة بس كان فيه اتنين او تلاتة على الاقل اتنين او تلاتة جولي بعديها في نهاية الفطار ودوني كروتهم هها 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 وقالولي ما معناه يعني لو ينفع اشتغل مع مديرك هها 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 يبقى اكلمني أخدت كروتهم وبغبائي ما كلمتهمش كان المفروض أكلمهم بس هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة بجد ده اللي حصل فعلا الله هو أكبر مالك لعقرات التنمية في العالم كله وفي سلسلة الوعاظات دي اللي عنوانها إيه؟ الإجابة النهاردة هي ثق في مالك العقرات الكوني طيب لو قريته يشوع 13 إصحح 13 لحد إصحح 17 هنلاقي شعب الله بيعبر على نهر المستحلات بتاعهم وبعدين بنشوفهم بيخترقوا سور أريح الحصين وبعدين بنشوفهم في آخر وعزة بياخدوا النصرة الكاملة تمام زي ما ربنا قال لهم وهنا في الإصححات الأوليلة دي بنشوف إزاي الله بيقسم الأرض على أصباط إسرائيل أرض الموعد اللي هو وعد بيها إبراهيم من 400 سنة قبل ما يشوفها عشان الله قال لهم إنهم مش بس هياخدوا الأرض لكنهم هيقسموها الله هو اللي بيدينا المناطق اللي نشتغل فيها الله هو اللي بيدينا كل البركات الله هو اللي بيدينا كل الفرص اللي عندنا دلوقتي الكتاب قال إن كل عطية كويسة وكملة بتيجي من إيدينا الله الكتاب قال إن لما يسوع المسيح صعد للسماء بيدي عطية للناس الكتاب قال إن الله عاوزنا نكتشف عطيانا الله عايز ولاده يستخدموا عطياهم الله عايز ولاده يستثمروا عطياهم الله عايز ولاده يعملوا حاجة بعطيا ليهم هتلاقي نفسك بتسأل طيب إزاي الله بيقسم على ولاده النهاردة إحنا عارفين إن دي حتة أرض وعارفين إزاي بتتقسم بس النهاردة الله بيقسم المناطق إزاي الله بيقسمها النهاردة إزاي بيقسم الفرص إزاي الله النهاردة بيقسم بركته لشعبه إزاي الله النهاردة بيشتغل في حياة ولاده طيب أول حاجة أنتم محتاجين تعرفوها إن الله مش بيقسم المناطق باستبداد هو مش بيعمل كده هو بيوزعهم على أساس أمانتك لله مثلا العهد القديم بيعلم إن الإبن الأكبر لازم ياخد ضعف النصيب في المراس بس هتبصوا هنا في سفر يشوع تلاقوا رقوبين إبن يعقوب الأكبر ما خدش ضعف النصيب في الواقع ما خدش كتير أساساً هتقول ليه كده آه علشان رقوبين أخطأ ضد أبو يعقوب وعشان كده أمانتوا هي اللي حددت المناطق اللي المفروض ياخدها مش حاجة تاني اللاويين صبت اللاويين ما خدوش حاجة خالص ما خدوش ولا حتة أرض ليه علشان هم مكانوا الكهنة والمفروض إنهم يبشروا ويلفوا على كل المناطق عشان كده ما كانش ليهم نصيب في الأرض لكن في 0 يشوع إصحاح 14 لو قريته الإصحاح ده هتلاقوا كالب اتميز بإنه أخد أحسن أحسن حتة من الأرض أعظم وأحلى حتة في المناطق هتكلم عن كالب حالاً في الواقع أنا هركز على كالب بس قبل ما أقول عنه أنا عايز أأكد على نقطة عايز أأكد على نقطة عشان لو فهمته حاجة واحدة بس النهاردة فأتمنى إنها تكون النقطة دي عشان أنت لازم تسأل نفسك إيه اللي بيحصل هل الله إله مش أمين؟ هل الله إله مش عادل؟ هل الله بيفهم إنه عدم المسواة في تقسيم الممتلكات والأرض على أولاده هيخلق غيرة؟ هيخلق مرارة؟ هيخلق انقسام؟ هل الله فاهم ده؟ والإجابة هي أيوة أيوة هو فاهم هو فاهم كويس فاهم وعادل وأمين لكن عشان الله بيشوف البداية والنهاية مع بعض إحنا لأ عشان الله عارف أصرار قلبي وقلبك قلبنا إحنا لأ عشان الله عارف دافع كل واحد فينا وإحنا لأ عشان الله عارف المستقبل أكتر من ما إحنا عارفين الماضي وعشان كده هو بيدينا مناطقنا بناء على مقدار الإيمان بناء على أمانتنا لهو هو بيدينا فرص بناء على معرفته غير المحدودة هو بيدينا حدود بناء على معرفته الكاملة مش بناء على قرار مش كامل أناني متحيز لكن أنا متأكد أنه غالبا في حد لسه بيقول طيب وهو أنا إزاي أخذ أكتر من الله إزاي إزاي أقدر أعمل أكتر عشانه يسوع بيدينا الإجابة اسمعوا اللي قالوا كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير الإنسان اللي أمين في الحاجات الصغيرة هيبقى أمين في الحاجات الكبيرة هي دي الطريقة الله بيدينا بركة صغيرة هو بيدينا منطقة صغيرة هو بيدينا فرصة صغيرة وبعدين بيرقبنا من السماء بيرقبنا وبيشوف إيه اللي إحنا بنعمله بالبركة الصغيرة دي إيه اللي بنعمله بالفرصة دي إيه اللي بنعمله بالمنطقة الصغيرة دي ليه ليه هو بيرقبك علشان بركات المستقبل بتاعتك مناطق المستقبل بتاعتك فرص المستقبل بتاعتك استخدام الله ليك في المستقبل معتمدين على إزاي أنت بتتعامل مع الحاجات دي يسوع قال المثل وإحنا بنسميه مثل الوزنات لكن هو فعلاً مثل بسيط قوي كان فيه ثلاث رجالة تخيلوا مستثمر وثلاث مدرين أموال بيد الأولاني عشر وزنات عشان يستثمرهم وبيد التاني خمسة وبيد التالت وزنة واحدة وبعدين يبعثهم لطريقهم هل الله كده مش عادل؟ ليه؟ عشان كان عارف القلب هو عارف رد فعل كل واحد هيكون إيه؟ هو عارف إزاي كل واحد فيهم هيستجيب الراجل اللي معاه العشر وزنات رح اشتغل بجهد وكسب عشرة وسلم عشرين الراجل اللي معاه خمسة راح واشتغل بجهد وجاب خمسة كمان وسلم عشرة هما الاتنين ضعفوا استثمرهم لكن السيد كافئهم هما الاتنين زي بعض هو ما قالش اللي جاب عشرة انت عملت الشغل ممتاز انت أحسن من اللي جاب خمسة ما حصلش هو كافئهم بنفس الطريقة بنفس الكلام هو عمل كده هو ما توقعش أبدا من الراجل اللي معاه خمسة ان يروح ويعمل عشرة فيسلم خمستاشر هو ما توقعش ده عشان هو إله أمين وعادل طب وإيه الموقف بالنسبة لللي معاوزنا واحدة عارفين عمل إيه هو خرج ورح عامل حفلة شفقة أيوة مش موجودة في الكتاب لكن انتوا فاهميني قال انا مسكين انا معنديش قد البقين وانا حاسس اني قليل انا حاس باليهانة انا حاسس اني غير مؤتمن انا مخدتش قدم هما خدوا انا مسكين انا غلبان قوي هو ده اللي قاله اقدر اعمل ايه بالوزنة الواحدة دي بقى ده ما تستويش مجهودي ما تستهلش طاقتي دي حتى ما تستهلش اني أصح الصبح بدري يا أخي ليه ما خدتش خمسة أو عشرة أو حتى أكتر من كده انا بتعمل معاملة مش عادلة أبدا انا بتعمل معاملة ظلمة واكمل وكمل 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 مش بتدايوا لما تحسوا الناس حاسين بالشفقة فراح لافي في الوزنة الواحدة دي وحفر حفرة ودفنها وقال على القل كده انا محافظ عليها سؤال هل الراجل ده كان هيتصرف بطريقة مختلفة لو كان خد عشر أو عشرين وزنة حتى فهمتوها شايفين الكمية مش هي النقطة الكمية مش هي الموضوع وعشان كده يسوع قال الشخص اللي هيكون أمين في البركة الصغيرة في الفرصة الصغيرة في المنطقة الصغيرة هيكون أمين في الكبيرة ده شيء طبيعي خالص أمين في الكبيرة وبالتالي هيكون موثوق فيه في حاجات كبيرة مش بس الحياة العادية لكن في الحياة الأبدية كم واحد فيكو يعرف اننا هنحكم في الحياة الأبدية مع يسوع أمين أمين إحنا هنحكم ونسود إزاي هنحكم ونسود وإحنا عندنا ناس كسلنين أمين أنا هقول لكو السؤال هنا في شوع إصحاح 14 هو ليه كالب أخذ أكتر من البقين ليه كالب ليه كان مميز لشرف خاص في تقسيم الأرض آه خلوني أحكي لكم عايز أحكي لكم شوية عن كالب عايزين تسمعوا عن كالب؟ عايزين بالنسبة للناس اللي ما تعرفش عن كالب أنا عايز أقول لكم الرجل ده مزهل كالب ويشوع كانوا اتنين من اتناشر شخص اللي لما كان الشعب في البرية لما شعب الله خرج من العبودية وراحوا للبرية موسى بعت اتناشر شخص عشان يتجسسوا الأرض أرض الموعد وموسى كان ديمقراطي قوي عارفين هو كان بيصدق في الحكومة الممثلة فقال لكل صبت اختروا واحد اختروا شخص واحد وإحنا هنبعت اتناشر واحد من كل صبت ونخليهم يروحوا الأرض ويرجعوا لنا وقلوا لنا إيه اللي بيحصل هناك فراحوا هناك وبصوا حواليهم وتجسسوا الأرض عملوا بحثهم ولحظوا الناس لحظوا نشطتهم لحظوا كل حاجة بتحصل الاقتصاد وكل حاجة بتحصل وشافوا كل حاجة ورجعوا تاني ومعاهم تقريرين كان فيه تقرير الأغلبية وكان فيه تقرير الأقلية والأصوات كانت في الواقع عشرة لاتنين حاجة ديمقراطية مش دي حاجة مذهلة أنا مبسوط إن الله بيحكم كده والتقرير كان تقرير الأغلبية العشر أشخاص قالوا الأرض مليانة عمالقة عالآخر دول يكلون عالغدا مش هنقدر أبدا ندخل البلد مش هنقدر نهزمهم أبدا وبعدين بدأوا يحسوا باليأس وقالوا إحنا هنموت في البرية يلا بينا نرجع مصر تاني هو إيه اللي هيحصل لنا هنا اكتئاب وموت اكتئاب وموت وبعدين يجي كالب ويشوع وكالب يقول كلام فارغ طبعا الكتاب ما قالش كده أنا اللي بقول كده لكن في الأساس هو ده المعنى لو كانوا بيتكلموا زينا كان هيقول كلام فارغ هم فاكرين العمالقة دول إيه دول مش عمالقة خالص لأ وكمان إحنا معانا وعد الله نفسه إنه هيكون معانا إنه هيدينا النصرة إنه مش هيسيبنا أبدا إحنا نقدر نهزمهم يلا بينا اشتركوا في القناة